في سياق مختلف فعلنا المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي البدء قريبا بتفعيل الربط الإلكتروني مع المؤسسة العامة لرعاية السكنية وذلك لتشريع إنجاز المعاملات آليا دون الحاجة لمراجعة البلدية وقال المنفوحي إن البلدية تسعى دائما لتطوير المنظومة الإدارية لتحسين خدماتها وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين لإنجاز المعاملات والحصول على خدمة أفضل وأضف أن الخدمات الجديدة ستمكن صاحب المنزل المرهونة وثقته لدى السكنية من نقل ملكية العقار عن طريق وزارة العدل دون الحاجة إلى مراجعة البلدية مشيرا إلى أن تشغيل الخدمة سيشمل معاملات المناطق المتطابقة عنوينها بين البلدية والسكنية في أحصائيتها اليومي أعلنت وزارة الصحة تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية يرتفع بذلك إجمال عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142 426 حالة في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض يصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 878 حالة وأعلنت الصحة أيضا شفاء 524 إصابة يبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 136 413 حالة